في المستهل وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية انعقد يومي السادس عشر والسبع عشر من يناير الجاري بنادي الضباط بالرباط الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال الدفاع وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والسيد دارار شالوم مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الدفاع الإسرائيلية بحث مختلف مجالات التعاون العسكري الثنائي لسيما اللوجستيك والتكوين والتدريب وكذا اقتناء وتحديث التجهيزات وبعد أن أشاد المسؤولان بمستوى التعاون العسكري الثنائي يضيف البلاغ اتفقا على تعزيز هذا التعاون أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى خاصة الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية